وسافر منتخبنا لنهائيات كاس العالم في إيطاليا وضم في صفوفه من لعيب الأهلي مصطفى كامل منصور وعزيز فهمي وكامل مسعود وهاني كامل ومختار التيتش كابتن للفريق وكان رئيس البعثة أحمد فؤاد أنور بيك وكان في الوقت ده عضو في اللجنة العليا للأهلي وسكرتير عام اتحاد كرة القدم ولعب منتخبنا مع إيطاليا وخسر اتنين أربعة أحرس أهداف مصر عبد الرحمن فوزي لاعب النادي المصري في الوقت ده وبالمناسبة عبد الرحمن فوزي كان لاعب في المصري وسنة 1931 لعب في الأهلي موسم وبعدين رجع للمصري بعد كده وبعد كده العالم اتنقل لنادي المختلط وفي سنة 1934 وفي مقر الأهلي بالجزيرة كانت نهاية سيطرة الأجانب على الرياضة المصرية وتم تمصير آخر هيئة رياضية وأصبحت الرياضة مصرية خالصة كنا اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن دور الأهلي في تمصير الرياضة المصرية الدور اللي بدأ سنة 1921 وبتوجيه من جعفر ولي باشا وكيل النادي الأهلي وجه فؤاد أبازا بيك سكرتير النادي الأهلي الدعوة للأندية لتأسيس اتحاد مصري لكرة القدم وفعلا قبلت الأندية الدعوة واجتمعت في النادي الأهلي وتم تأسيس الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جعفر ولي باشا الاتحاد اللي قدر يسيطر على كل المسابقات الكروية في مصر وفي سنة 1923 تم تأسيس الاتحاد المصري للملاكمة وكان برضو برئاسة جعفر ولي باشا وفي نفس السنة سنة 1923 اتأسس الاتحاد المصري للتنس بجهود رجال الأهلي وقتها وفي سنة 1924 كان الاتحاد المختلط اللي تأسس سنة 1910 لسه موجود ومنذ تأسيسه الأهلي لم يشارك فيه وبدعوة من الأهلي اجتمعت الأندية في مقر النادي الأهلي وقررت السيطرة على الاتحاد المختلط وتغيير اسمه إلى الاتحاد المصري للأندية الرياضية وانطلقت عملية التمصير فتم تمصير اتحاد البلياردو والتحاد رفع الأسقال والتحاد ألعاب القوة والسباحة وكرة السلة والتجديف والسلاح وغيرها 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 من الألعاب خلال الفترة دي درت معارك بخصوص اختيار بعثة مصر في الدورات الأولمبية وكل أربع سنين بتدور معركة بسبب تصميم اليوناني أنجلو بولاناكي على التدخل في اختيار البعثة الأولمبية بصفته ممثل مصر في اللجنة الأولمبية الدولية وكل أربع سنين بتدور معركة بسبب تصميم اليوناني أنجلو بولاناكي على التدخل في اختيار البعثة الأولمبية بصفته ممثل مصر في اللجنة الأولمبية الدولية اللي كل مرة بترفض تغيير أنجلو بولاناكي الاتحاد المصري للأندي الرياضية بيطلب أن ممثل مصر في اللجنة الأولمبية الدولية يكون مصر واللجنة الأولمبية الدولية بترفض وفي سنة 1931 استقال من اللجنة الأولمبية المصرية كل المصريين اللي موجودين فيها وأصبح أنجلو بولاناكي وحيداً بيغني ظلمه ومش بس كده ده قرر الاتحاد المصري للأندي الرياضية عدم الاشتراك في الدورة الأولمبية المقامة في نوس أنجلوس سنة 1932 إلا لو تم تمثيل مصر في اللجنة الأولمبية الدولية بشخصية مصرية وفي مطلع مايو سنة 1934 صدر المرسوم الملكي بتأسيس اللجنة الأهلية للرياضة البدنية المرسوم ده حدد مهام اللجنة الأولمبية المصرية وكيفية تشكلها وفي يوم 11 مايو سنة 1934 اجتمع في مقر النادي الأهلي بالجزيرة مندوبين من كل الاتحادات المصرية ومعاهم محافظ القاهرة ومحافظ الإسكندرية ووزير الحربية ووزير المعارف لانتخاب أول لجنة أولمبية مصرية خالصة ومحضر الاجتماع قدامكم على الشاشة هو وده كان أول اجتماع لللجنة الأولمبية المصرية يتم كتابته باللغة العربية كانت كل محاضر الاجتماعات قبل كده بتكتب باللغة الفرنسية وفي الاجتماع تم انتخاب الأمير محمد عبد المنعم رئيسا لللجنة الأولمبية المصرية وحسين صبري باشا وحسن مظلوم باشا وكيلين وأحمد فؤاد أنور بيك سكرتيرا ورياض شو أفندي سكرتيرا مساعدا وفؤاد سلطان بيك أمينا للسندوق وجعفر ولي باشا وأحمد حسنين باشا وداود راتب بيك وفهمي ويسا بيك أعضاء يعني كان تشكيل أول لجنة أولمبية مصرية مكون من عشر أعضاء منهم خمسة من النادي الأهلي وبعد انتخابها عقدت اللجنة الأولمبية المصرية اجتماعا وتم فيه اختيار وفد تبسيل مصر في اجتماعات اللجنة الأولمبية الدولية اللي انعقدت في 17 مايو 1934 وتم ترشيح محمد طاهر باشا عشان يكون ممثل مصر في اللجنة الأولمبية الدولية بدلا من أنجلو بولاناكي وفقت اللجنة الأولمبية الدولية وبالشكل ده تم تمصير الرياضة المصرية بالكامل وتحقق على المستوى الرياضي شعار ثورة 1919 مصر للمصريين دور كبير قوي قام به النادي الأهلي تمصير الرياضة المصرية ترجمة نانسي قنقر